ثمن حزب الإصلاح والنهضة القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي وأكد الحزب أن قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا أو ممن صدر ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط في دماء المصريين هي قرارات ذات أثر إيجابي تزامنا مع حالة الحوار الوطني الذي يجرى في مصر الآن وأكد حزب الإصلاح والنهضة ضرورة استمرار الدولة على هذا النهج بما لا يضرب متطلبات الأمن القومي